مسألة الأخذ بمبدأ الزمان والمكان يدلل على أنه كنا نتحدث عن مناطق متنازع عليها الآن أصبح الإقليم متنازع عليه إقليمياً إقليم كردستان منطقة متنازع عليها إقليمياً وهذه معادلة مهمة جداً سترفع من منسوب التحدي للحكومة الاتحادية وللأدوار السيادية بالنسبة للعراق كيف سنعالج ارتدادات المتغيرات الإقليمية في تأثيرها على إقليم كردستان إقليم كردستان ترغب إيران في أن تتخذه معبراً وخط تماس بينها عبر العراق إلى سوريا وأيضاً ترغب في أن يكون معبر لخطوط الطاقة بشقيها الغاز والبترول وصولاً إلى مصادر الطاقة في سوريا وهذا مشروع تركيا ترى أن وجود البكك يمثل دريعة لبقائها وأنها متواجدة عسكرياً وبالحقيقة بالوقت الذي تشكل على وجود البكك هي لا ترغب في خروج البكك من إقليم كردستان لأنه يؤمن لها غطاء لعملياتها تمهيداً لانتهاء اتفاقية لوزان عام 2023 وستطالب تركيا بعادة النظر في قضية ضم الموصل وكركوك إلى تركيا إسرائيل ترى أن قمة جبل سنجار البقاء هذه كارتها المعلومة هواي من المعلقين بالسوشيال ميديا يقولوا الآن معلومتك مود دقيقة وفعلاً معادة لوزان ما بها تاريخ بس تزامنت مع تأسيس الجمهورية التركية لا اتفاقية سيفر عام 1921 التي بموجبها ضمنت بريطانيا تشكيل دولة كردية كبرى في المنطقة أسوة بأرمينيا وأيضاً عام 1923 كانت اتفاقية لوزان التي أجهضت حلم الدولة الكردية فعام 1923 يمر مئة عام مرور مئة عام بالقانون الدولي مع أن الاتفاقية تعد لاغية ويجب أن يصار إلى تحديثه فلذلك ترى تركيا أن انتهاء هذا السقف الزمني سيعطيها الحق في إعادة المطالبة بضم الموصل وكاركو